هيئة المواصفات والمقاييس والجودة تصدر خمس مواصفات عند شراء شناط المدارس للأطفال معي في الستوديو الأستاذ سعد آل حاتم مدير إدارة الغزل والنسيج بهيئة المواصفات والمقاييس والجودة مرحبا بك أستاذ سعد هيئك الله أخوي عبد الله وأنا أتشرف اليوم بوجودي في هذا البرنامج وأنا بدوري أحييك وحيي الأخوة المشاهدين هيئك الله يعني هيئة المواصفات والمقاييس تقفز إلى أكثر من التوقعات تتحدث عن خمس مواصفات عند شراء شنط المدارس للأطفال الحقائب تلك التي ربما بدأها الأطباء في فترة من الفترات ومن ثم أصبحت الآن موضوع يعنى بالاهتمام حدثني عن هذا الموضوع بداية أود أن أذكر أن الهيئة السعودية المواصفات والمقاييس والجودة دائما تركز على جانب الصحة وحماية المستهلك وهذا من أهم أولوياتها وذلك من خلال إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تترجم فعلياً على الواقع لكي تحمي هذا المستهلك وتحافظ على الصحة طبعاً أنا ودي أعرج على نقطة أحنا لدينا مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 وهذا يقع ضمن رؤية المملكة 2030 وهو برنامج سلامة المنتجات وهو نطلق عليه اختصاراً سليم برنامج سليم هو يعني بأن المستهلك يتحصل على منتج سليم خالي من العيوب لا يضور بصحة وسلامتها والبيئة المحيطة به وهذا ضمن منظومة تشريعات وقوانين وعديدة تضمن خلال سلسلة طويلة من الإجراءات بأن يصل منتج في الرف للمستهلك بأنه يكون سليم وخالي من العيوب فيما يخص حلقة اليوم طبعاً وإحنا في الهيئة صدرنا عدة توصيات ومواصفات طبعاً فيما يخص الحقيبة المدرسية من أهم هذه المواصفات أنه لا بد أن يكون نسبة وزن الحقيبة إلى وزن الطالب تقريباً في حدود 10% طبعاً العشرة في المئة ذاتها من عدة دراسات وسواء وطنية أو عالمية هذه الدراسات استخلصت في النهاية بأن العشرة في المئة تقريباً هي النسبة المثالية بوزن الحقيبة بالنسبة لوزن الطفل طبعاً الحقيبة بما تحتويه طبعاً كاملة نعم كاملة بالكتب يعني إذا افترضنا أنه الطالب وزن 25% وافترض أنه ما تتجاوز الحقيبة مع الكتب 2 كيلو ونصف 2 كيلو ونصف في المجال هذا تقريباً هذا المفروض اللي ما يأثر عليه صحياً سواء على صحة العمود الفقرية لديه أو على عضلات ظهري أو الكتب هذا فيما يتعلق بالوزن نعم أنا عندي هنا عينة أنا جبتها وودي أن أشرح عليها عشان يبقى أشرح منطقي مودي ناتب قد عاية للشنطة هذه ولكن يعني أنا جايبها بس عشان وتوصل المعلومة أسرع نعم أسرع طبعاً من المهم طبعاً أحزمة الكتف هذه أحزمة الكتف هذه لازم تكون مبطنة مادة لينة سفنجية بحيث أنه مضر أكتافة طبعاً ثانياً حتى المنطقة الخلفية هذه المنطقة التي وراء الظهر لازم تكون مبطنة مادة كطنية ومادة لينة بحيث أن أي شيء ما تأثر على عضلات ظهري هنا برضى نتكلم عن مساوات لازم تكون عرض الحزام نعم ولازم يكون عريض بمقاس معين بحيث أنه ما يأثر على أكتاف طبعاً فيها هناك المسافة اللي من أعلى من الكتف من هنا إلى أسفل الظهر لازم تكون هنا مساوية لأكتافة عشان ما يصير فيناك حمل زائد الأكتاف هنا برضى في منطقة الخصر لازم تكون فوق الخصر تقريباً نهاية الأضلاع لكي لا تنزل على أسفل الظهر وبالتالي تأثر على عمود الفقري وعلى الظهر وبالتالي يجب أن تكون مشدودة من الأسفل حتى ترتفع إلى الأعلى كحقيبة طيب الحين هذه المواصفات وهذه المقاييس ذهبت إلى دعنا نقول مواصفات فنية الأباء والأمهات ربما يعني يجدون صعوبة شوي في عملية اختيار المواصفات الفنية وربما أيضاً تنوع هذه الحقائب في الأسواق وتباين الأسعار قد يقودهم إلى حقائب دعنا نقول رديئة لا تتناسب والطفل أو صحة الطفل لماذا نحن نتحدث الآن عن هذه المواصفات لهذه الحقيبة وأهمية الموضوع هي منظومة متكاملة أيضاً فقط مواصفات فنية إنما حتى الهيئة ساعت بأنها يعني يكون هناك توعية في هذا الموضوع لذلك لدينا حملة الآن أطلقت اسمها حملة سليم حملة سليم هذه حملة أطلقت قبل العودة للمدارس للتعريف بالمواصفات الفنية والاشتراطات التي تتوافر في جميع المستزامات الدراسية بما فيها الحقائب أنا لدي بروشور هنا وهو موجود هذا البروشور يعني نفس المواصفات التي ذكرتها قبل قليل ولا يكمل شيء على شبكة التواصلة على تويتر موجود في الحساب الرسمي للهيئة في تويتر وموجود في الموقع الهيئة الرسمي ومتوفر بشكل بسيط ويعني متميز بحد أنه لأي قارع لا سواء كبير أو صير يفهم المعلومات الموجودة فيه طيب مبادرة سليم الآن من دورها أن تحد من استيراد أو منع استيراد الحقائب الرديئة الآن إحنا في مرحلة التوعية جميل التوعية الآن الآن لدينا مشروع مع وزارة التعليم مثلا في وكالة الوزارة المناهج والبرامج التربوية وهذه المبادرة الوطنية تسعى نضع مواصفات واشتغطات بحيث أن هذه تصبح منظومة كاملة تطبق في جميع المنافذ والأسواق ويصير على رقابة شاملة كاملة بحيث أن أي منتجات رديئة يتم سحبها من الأسواق جميل جدا لأستاذ سعد الحاتم ودير إدارة الغزل والنسيج بهية المواصفات والمقيس والجودة تطرحون موضوع في غاية الأهمية البعض ربما يراه أنه من الترف ولكن إذا كان هذا الترف يضمن سلامة أبنائنا وصحتهم فالحمد لله على ذلك ومشكورين شكرا جزيلا لكم نشاهد هذا التقرير حول هذا الموضوع ونستكمل مع بداية العام الدراسي الجديد يتوجه الآباء والأمهات إلى الأسواق لتجهيز وشراء مستلزمات العام الدراسي من حقائب وقرطاصية وملابس والقليل من أولياء الأمور يتبع المواصفات الصحية اللازم توافرها عند اختيار الحقيبة الدراسية تقول الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حملة توعوية وجهتها لأولياء أمور الطلاب والطالبات وضعت خلالها مواصفات آمنة للحقيبة المدرسية وذلك للوقاية من آلام الظهر والرقبة وانحناءات العمود الفقري التي قد تصاحبه طوال حياته خاصة إذا لم يراع في حملها الطرق الصحيحة وشملت التوصيات التي أطلقتها الهيئة الفصول والمختبرات المدرسية وشددت على منع استخدام التوصيلات الكهربائية داخل الفصول إلا للضرورة وغسل الملابس قبل استخدامها لإزالة بقايا الأسبغ والمواد الكيماوية المستخدمة في التصنيع تنشر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبر معرفها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر سلسلة تغريدات توعوية بعنوان سليم في المدرسة تضمنت توصيات للمعلمين والآباء وتوجيهات لضمان سلامة الطلبة في المدارس صالح شميمري الإخبارية موسيقى